نحن نقرأ في حديث الكساء الشريف ماذا نقرأ وأنتم تعرفون هذا فقط أأخذ هذا المقطع فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرة وهذه أيضا نماذج لا على نحو الإحصاء التام إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها القرآن هكذا قال فالألفاظ حتى لو جاءتنا من طريق الوحي الألفاظ محدودة الله هو الذي يصرح إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ليس الله عاجزا عن الإحصاء لكن اللغة عاجزة النقص هنا في اللغة فاللغة لا تتمكن من إحصاء ومن عد النعم فهذه نماذج من النعم وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وهذه إلا لأجلكم ومحبتكم ليست قضية اجتماعية مثل ما أقول أنا جئت بهذه الهدية وما جئت بها من ذلك المكان البعيد وهي ثقيلة إلا لأجلكم إلا لأجلك يا فلان هذه قضية اجتماعية وعاطفية الله هنا سبحانه وتعالى يكلم الحقائق الأولى إلا لأجلكم ومحبتكم لا تفهم بهذا المعنى الاجتماعي السطحي الساذج وإنما هذه المعاني يعضد بعضها بعضا هذه المعاني هي التي أشارت إليها الزيارة زيارة الجامعة الكبيرة بأنهم أولياء النعم لهم الولاية المطلقة ولهم القرب المطلق وهم محيطون بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى وهم متصرفون فيها ومن هنا أيضا نشأ معنا القيادة الكونية وقادة الأمم وأولياء النعم ترجمة نانسي قنقر